اشتركوا في القناة مثلا نبلش بموضوع الدولة بشكل عام لماذا تعاطت الدولة مع مناطق الاطراف ومنها البقاع بهذه السياسات من الحرمان والاهمال الدولة اهملة مسئولية الامن الاجتماعي مسئولية الدولة وهذا من اهمال الدولة الدولة تخلت عن البقاع في الموضوع الامني ماذا فعلت الدولة ماذا فعلت الحكومة طلع معه ان الدولة تخلت بالموضوع الامني واهملت بالموضوع الانمائي يعني لا امن ولا خدمات يعني ببساطة ما في دولة عمل خطاب ليقول للناس بالبقاع ما في دولة يا اخوان احنا عايشين بوطن في دولة وفي حكومة يجب ان يعتبر اهل البقاع كل اهل الاطراف يجب ان يعتبروا هاي الدولة دولتهم وهي المؤسسات مؤسساتهم بنفس الخطاب اكتشف انه في دولة نفس الخطاب اللي عمله تيقول انه الدولة تخلت بالموضوع الامني واهملت بالموضوع الانمائي ولطم وندب ونويح رجع قال في دولة وفي مؤسسات يعني العالم الجقولة وكذا وامنوا فيها ما حدا يسألني كيف ما حدا يسألني فترة انتخابات كل شي مسموح كل شي ما حدا يقولون احنا محترم كل العالم انا يحكي عن الهوية السياسية لللائحة الثانية اللائحة الثانية تعبر في بعلبك الارمل من خلال تيار المستقبل والقوات اللبنانية تعبر عن الجهات السياسية التي وقفت إلى جانب الجماعات المسلحة الإرهابية التي كانت تريد أن تشتاح كل البقاع وكل البقاعيين حبيبي هول جزء من مشروع الإرهاب وأهداف المشروع الإرهابي اللي هو تحجير الأبقاء واحتلال القرى هيدا تيار المستقبل نفس التيار اللي نصر الله شخصيا قال عنه التالي الإنصاف يقول أن العامل الأساسي جدا الذي ساهم في تخطي الشمال وبالتالي تخطي لبنان لهذه المصيبة الكبرى هو موقف أهل ترابلس وموقف أهل الشمال عموما وبالأخص المرجعيات الدينية والسياسية هذا الموقف كان عاملا حاسما في إنقاذ لبنان مما كان يحضر له طبعا يجب أن نسجل بأن الدور الأبرز كان في هذا الموقف هو لتيار المستقبل ولقيادة تيار المستقبل طبخيه هيدا تيار المستقبل شو؟ إرهابة أو مش إرهابة؟ جزء من مشروع الإرهاب أو مقلوا عليها بمشروع الإرهاب؟ إذا جزء من مشروع الإرهاب فأحداث الشمال كانت فرصة ليحقق مشروعه؟ ليه غشيتنا بوقته وقلت لنا أنه لها مستقبل عم بيحارب الإرهاب؟ وليش تغل المستقبل عكس مصلحته وعكس مشروعه؟ ليه؟ لا ببساطة ما في مشروع هيدا دعاية فهلأ وقت نرجع نعيد نفس الدعاية ونفس قسطوانة الإرهاب هلأ منجي بقى للكزبة الكبيرة اللي اسمها إدانة مشروع رفيق الحريري فضلوا اللائحة الثانية يدعمها تيار المستقبل المسؤول من 92 لليوم عن حرمانكم وعن إهمالكم وعن منع وصول الخدمات لكم أولا ما في شي اسمه مشروع رفيق الحريري من سن 92 لليوم ما في مش موجود هيدا مش تاريخ واحد غير منقطع للأماني نصر الله حكي عن حكومة الرئيس سليم الحص وحكي عن حكومة الرئيس نجيب مئاتي بس اعتبروا أنه فترة صغيرة حبيبي كيف صغيرة؟ خمس سنوات فترة صغيرة؟ خمس سنوات حاكمين البلد لحالكم ما معكم حدا من الفريق الآخر على عكس حكومات رفيق الحريري فؤاد السنيورة وتمام اسلام وسعد الحريري لحالكم حاكمين لوحدكم شو عملتوا؟ ما ليه؟ شو عملتوا؟ لمرة بدي أعمل موجة تاريخي حكم رفيق الحريري فعليا بين 92 و 98 مع كل طلعات ونزلات ومعارك وخصخصة وتليفون واللي بدك ياه من وقت انتخب إميل لحوط سنة 98 استفحلت المعركة الضارية مع رفيق الحريري اخرج من الحكم سنة 98 رجع بعد انتخابات الألفان كان بشار الأسد استلم الحكم بسوريا 2002 عمل رفيق الحريري مع جاك شراك باريس 2 لانقاض الوضع الاقتصادي بلبنان بدل ما يشكل حكومة مناسبة لباريس 2 اجبر بعد شي خمس شهور على تشكيل أكتر حكومة سورية بتاريخ لبنان لأن وقتها السورية كانت عم تتموضع مع احتمال حرب أمريكية عصدام حسين واستمر التنكيل برفيق الحريري من تلك الحكومة لألفان واربعة اخرج من الحكومة 2004 واغتيل بشباط 2005 طب وينه هيدا اللي اسمه رفيق الحريري من 92 لليوم وينه وهمه خرافاته أكاذيب هذا بعد ما حكينا أنه جماعة سورية خلقوا صاروخين على تلفزيون المستقبل بسنة 2003 وينه من 92 لليوم لما منقول الحكومة مين يعني الحكومة؟ يعني رئيس الحكومة؟ يعني الحكومة؟ يعني الحكومة؟ يعني الوزارات الأساسية بالحكومة؟ طيب من 92 لليوم رئاسة الحكومة كانت مع تيار المستقبل؟ وزارة المالية كانت مع تيار المستقبل؟ المؤسسات الخدمية الأساسية كانت مع تيار المستقبل؟ صح أو لا؟ عال بدي امشي معك بالوزارات رح نقي وزارتين وزارة الاشغال بقيت مع حلفاء حزب الله بتعرف قدي عندك فكرة 11 سنة شو عملتوا فيها ماشي وزارة الصحة تعرف قدي بقيت مع حلفاء حزب الله هذي خدمات 17 سنة ونص وينو هيدا اللي اسموا انه هني معهم القرار ومعهم الخدمات ومعهم ريوك وينو كيف يعني الخدمات مع رفيق الحريري واللي اجوا من بعضه لا اصلا فيه نواب لرفيق الحريري اللي بقى عش مالي بعلبك الهرمي لانا بيه بري انجق فيه نواب فيه نواب اليك وهيدا رأي فيك وبحزبك وبشغلك نحن بس بدنا نعمل مقارنة مع حزب الله باي شيء مائي عنا نحن عطوله نعمل مقارنة بطرابلس عطوله نعمل مقارنة بالشمال ولا مرة نحن جينا عملنا مقارنة بالجنوب هيدا رأي الناس بنوابك شو خص رفيق الحريري وشو خص اللي اجوا من بعده بعدين فيه ملاحظة اخيرة بيقدر حسن نصر الله يشرح لناسه لا رفيق الحريري سمح بتنمية الجنوب وقرر يمنع التنمية عن البقاع والهرمل وبعلبك فيه مدارس بالجنوب اكتر ما فيه تلميز فيه مستشفيات اكتر ما فيه مرضى فيه طرقات وفيه بنية تحتية وفيه اوتسترادات وفيه عوامية كهرباء وفيه كل شيء ليه دخلك جنوب ايه وبعلبك الهرمل لا ليه ليه لان بالجنوب ببساطة في واحد اختلفت معه او اتفقت معه اسمه نبيه بري عقله بناسه لا ليه اويه وفيه حدربوا بعلبك الهرمل ، عقله بشي واحد مقاومة 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 الموته اسرائيل , الموته دعا عموز دعا، النسس مفيه تاعكل تشرب مقاومة ولا فيه تمشي على المقاومة والمقاومة مفيه تسير زفد وكهرباء وماء وصحة ، مشكلتك مع ناسك تراك رفيق الحريري بابرو إلى اللقاء